بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وابن عم رسول الله ورساله صلى الله عليه وسلم دعاله قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل حقق قصة جميلة جدا انه ذات مرة كان يجلس في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانتم تعلمون ان الصلاة في مسجد رساله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة جاء اليه رجل يشتكي حاجة عنده مشكلة يعني فقال له ابن عباس ان شاء الله سوف اقضيها لك فأخذ ابن عباس الحزاء وخرج من المسجد فأوقفه واحد الصحابة وقال له يا ابن عباس أنا سيت أنك معتكفا كيف تقطع اعتكافك يعني فماذا فعل ابن عباس الذي قطع اعتكافه ليقضي حاجة أخيه المسلم وقف سيدنا ابن عباس رضي الله عنه أمام قبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأشار بيده وقال أنا الذي سمعت صاحب هذا المقام يعني النبي صلى الله عليه وسلم وما العهد منه ببعيد يعني الكلام ده كان قريب لأن صلى الله عليه وسلم الحقيقة كان ميت من وقت قريب وفاضت عينها ظل يبكي وقال أنا الذي سمعت صاحب هذا المقام يقول من سعى في حاجة أخيه خير من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرا نفهم الحقيقة درس مهم جدا إن السعي لقضاء حاجة المسلمين أفضل من أن تعتكف في مسجد صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا شو بقى المعتكف يصلى قد إيه ويقرأ قرآن قد إيه ويسبح ربنا ويذكر ربنا قد إيه والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة ويعني أنت لما تقضي حاجة أخوك المسلم يعني تقوم منك كام ساعة ساعتين يوم يومين ده ممكن يعني ممكن مكالمة تلفونية ممكن الواحد يجيلك مزنوء تتصل المكالمة تحلله مشاكله ممكن تحلله مشكلة بكلمتين أو ثلاث كلمات هذا فهم مهم جدا في هذا الدين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن خير الناس أنفعهم للناس أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس طب وخير الأعمال عند الله عز وجل صرور تدخله على قلب مسلم والحقيقة أن كثير جدا من الناس ودي من نعم ربنا الحقيقة على بعض الناس أدمن خدمة الناس سبحان الله تلقي دايما يخدم ده ويساعد ده ويحل المشكلة ده ويفكر بندها هذا شيء عظيم جدا الحقيقة وبعنين لما واحد بيعرف عنه ذلك كل الناس بتلجأ له وطبعا ده رزق على فكرة ما هي الحسنة بتأتي بالحسن سلم يعمل خير ربنا عز وجل بيرزقه ايه خير تاني كمان لأن الحقيقة الطعات ودي أرزاق من الله سبحانه وتعالى فاللي يدمن خدمة الناس يقبل الناس عليه ويتسر خيره إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن انت لما تقدم خير الناس وتسعى في حاجة أخيك فإن الله يكون في حاجاتك يعني لما يكون عندك مشكلة بالله عليك مين أفضل واحد يحل هذاك اللذي بيجد الأمر كله هو الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في حاجة العبدي ما دام العبد في حاجة أخيه وحديث الآخر والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه